يبقى احنا بقى مش عايزين نتعامل بالمنظر ده احنا عايزين نتعامل يعني احنا لا نفضل المنظر ده قصد تمام ما بفضلوش لكن انا بفضل ده بكتب على طول اسم البيت داخل الريجستر اللي انا محتاج احط فيه قيمة واحد يبقى انا كده عرفت لما اجي ازبط بيت واحد اعمل ايه باستخدام الامر ده طيب نفترض احنا حاليا عايزين نزبط كزا بيت يعني عايز احط واحد ده في دي دي بي فور وعايز احطه في دي دي بي سيكس وعايز احطه في دي دي بي وان تلات قيم في نفس السطر اعملها ازاي هتعملها انك تحط قرما بين كل واحدة والتانية وتعمل برضو نفس الكلام واحد مع الحاجة بقى اللي انت عايزها دي دي بي مسلا زي ما قلنا وبعد كده اه اور وبعد كده واحد وبعد كده دي دي بي وان مسلا ايا كان وبعد كده سيمي كولومنا في الاخر بعد ما اتخلص يبقى كده فهمنا عملية الست ده خلبيت معين في الريجستر بتتم ازاي باستخدام اللوجيك اوبريشنز طيب عايزين نعمل نفس اللي احنا عملناه ده بالزبط عايزين نعمل نفس اللي عملناه ولكن على نطاق الريجستر كله يعني على نطاق الريجستر كله افرد انا حاليا عايز اخلي كل الريجستر او كل البورت ده يعني خلي فيه كله صفار او خلي فيه كله وحايد يا اما يبقى كله اواتبوت يا اما يبقى كله امبوت عايز احدد يعني اشتغل على مستوى البورت بالكامل هعمل الحركة دي ازاي كويس جدا انا عايز ده كله بوحايد يعني خليه اواتبوت بالكامل اعمل الحكاية دي زي مش عابب اكتب كل واحد من هكتب دي دي بي سبعة دي دي بي ستة قعد استخدم الطريقة دي هي اطول في الحكاية دي لكن لما اجا ست بيت واحد داخل الريجستر هي الاسهل تمام او اتنين او تلاتة لكن لما يبقى على مستوى البورتو كله او الريجستر كله لا في حاجة اسهل هعمل ايه بقى هقول له دي دي ويه اور برضو علشان انا هست زيرو اكس لو هشتغل بالهكس ديسيمل زيرو بي لو هشتغل بالبينري بالهكس ديسيمل انا عايز اصبط البورتو كله بواحد احنا شفنا عملية التحويل للهكس ديسيمل قبل كده وقلنا الهكس ديسيمل بيتم تمثيله في تمانية بيت باخد كل اربعة بيت لوحدهم ويمثلهم زي ما قلت قبل كده باجي من هنا من اللو بكتب واحد اتنين اربعة تمانية وهنا واحد اتنين اربعة تمانية وباجي اشوف مين اللي تحت واحد واخد الويت بتاعه يعني ايه يعني ده واحد يبقى واحد هكتب كده واحد زائد ده اتنين تحت واحد خلاص يبقى زائد اتنين اربعة تحت واحد يبقى زائد اربعة تمانية تحت واحد يبقى زائد تمانية عد دول كلهم هتلعولك خمستاشر قلنا في الهكس ديسيمل من اول العشرة هيبقى A B C D وطالع الخمساطشر دي اللي هي هتبقى F هيبقى هنا F نفس الكلام هنا بما اني عايز احط كله محايد فاخدت اول اربعة على جانبه وتاني اربعة على جانب نفس الكلام هيبقى F برضه هو بالتالي F F يبقى ده بالهكس دي اسمى الف F يبقى باكتبها زيرو اكس اف اف خلاص كده يبقى عشان اخلي البرت كله بوحيد لو عايز اكتبها بالهكس دي اسمال هتبقى بالمنظر ده بعمل or equal وبكتب او بحط القيمة دي في الريجستر بالكامل او بقوله زيرو بي لو عايز اخليها بينني وهكتب في الحالة دي 8 وحاية يبقى انا كده بست في الحالة دي البتات كلها في الحالة دي كتبتهم بالهكسا طب افرد انا عايز كنت من الاول اساتي الديدي بي 4 مباشرة مش عايز استخدم الطريقة بتاعت الشفت دي مع انها الافضل ولكن مش عايز استخدمها عادي كان ممكن تعمل من الاول هتعمل كده نقوله خلاص خلاص كده هنقوله ايه نفس الكلام زيرو بي اما حولها بالكسا اما حولها بالباينر انا عايز الرابع يبقى 1 2 3 4 يبقى هقوله هنا مثلا انا عايز ما غيرش في اي حاجة فهحط صفر اللي هحط صفر هقولك دلوقتي صفر 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 و 1 وي صفر 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 و 2 3 4 5 6 7 8 وي سيمي كولوم وطبعا هنا سيمي كولوم وطبعا هنا سيمي كولوم ايه بقى اللي انا عملته هنا ده ليه صفار ليه حطيت دول صفار انا بعمل اور فمش عايز اغير القيمة الاساسية اللي موجودة في دول لان انا مش عايزة سيتا لده بس فده بس اللي حطيت فيه 1 بما اني بعمل اور يبقى هو لو كان في صفر هعمل اور مع الصفر واحد مع الصفر بكام هيطلع واحد يبقى انا كده في الحالة دي الاور اي بوابة اور زي ما قلنا بوابة الاور اي خارج فيها لو بواحد هتبقى قيمة البوابة او ناتج حصل بوابة بواحد خلاص طيب انا هنا ليه عملت اور مع صفر تخيل معايا الريجستر ده كان فيه واحد انا مش عايزة العب في الواحد اللي فيه مش عايزة غير فيه ده انا عايزة غير في ده بس فانا عملت اور للواحد مع صفر لما اجي اعمل بوابة اور لو انت فاكر واحد وصفر ادخلهم على بوابة اور كانت بتخرج ايه كانت في الحالة دي بتخرج هتسيب ايه بدم ده واحد يبقى هتسيبه واحد يبقى نفس الكلام لو كان بصفر وانا عملت له اور مع صفر هيبقى الخارج صفر يبقى انا كده مغيرتش في القيمة بتاعته عشان كده حطيت صفر لكن لو قدت حطيت واحد في البتات اللي مش عايز اجي جنبها كان هيخليها لكلها بواحد خلاص كده فانا حطيتها بصفر عشان يحافظ على القيمة اللي فيها زي ما هي ما يلعبش فيها لان انا مش عايز اغير فيها انا مجرد عايز اغير في الدي دي بي ار فهمنا كده بطريقة طيب ده علشان اعمل ست طيب عشان اعمل علشان اصفر بت معين داخل استحملني العملاء دي بتتم على مرحلتين مش مجرد بقى هصفر قلت لك يعني بوابة دي بقى استخدم بوابة ده اولا تاني حاجة هستخدم بوابة نط هقول له دي دي تمام كده وايه هقول له هقول له ايه بقى هقول له يساوي اند يساوي وايه هقول له الاتي نط ده لو انا انا بقى عايز اعمل ايه هنا هعمل النط دي لو عايز اعمل ري ست لبيت معين باستخدام الشفت اوبريشن هقول له واحد ويه المنظر ده وهكتب اسم البيت هنا وخلاص على كده سيمي كولوم في الاخر خلاص ليه نط نط علشان الواحد دي انا بعمل ري ست فانا عايز في النهاية اعمل قلب للي هيحصل هنا يعني بعد اما يروح للمكان هيروح لدي دي 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 بي اتنين دي مسلا اعتبارها دي دي بي اتنين هيروح في الدي دي بي اتنين ويحط واحد بعد اما يخلص يعمل نط للواحد ده يخليها بصفر فيبقى كده زبط البت ده بصفر في النهاية خلاص كده يبقى دي بوابة نط يبقى انا هنا كده باعمل اند وباعمل نط على الخارج يبقى كني باعمل ناند بالزبط خلاص كده يبقى دي الفكرة اللي بتحصل لما اكون عايز اعمل ري ست احط صفر داخل دي دي بي تو على سبيل المسال ان انا عايز اعينه كايمبوت فباعمله بالمنظر ده على بتاع ان انا عايز ازبط بت واحد فقط طب عايز ازبط كل البتات في الحالة دي هعمل ايه دي دي ار بي برضو دي دي ار بي واند يساوي زيرو اكس اه ايه بقى زيرو زيرو يبقى في الحالة دي هيعمل اند ليه الريجستر كله مع صفار 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 كلها صفار فلما اجا اقول اند صفر مع اي حاجة لما اعمل اند صفر مع اي حاجة بصفر يبقى هعمل بي ست لهم كلهم يبقى احنا كده شفنا الموضوع بشكل عام تعالى نرجع تاني بقى للكود البرمجي يبقى عايزين ملخص للكلام ده لما بنجي نعين اطراف داخل المايكرو كنترولر هنكتب دي دي ار بي هنكتب بورت بي مثلا هنكتب البن البن عادي هيبقى في اللوب مفيش مشكلة لكن البورت والدي دي ار هيبقى قبل الوائل هيبقى قبل الوائل خلاص كده يبقى باجي قبل الوائل كده في بداية المين بابدى اعرف الانبوتس والاوتبوتس اللي عندي فكنت بقول دي دي ار بي هل هيتعرف عليه خلهولك باللون اللي هو البنفسجي يعني هو عارف مين دي دي ار بي لو انا كنت مسحتي بيدي كده وروح تكاتب دي دي ار اه هو دي دي ار بي اقترح لدي دي دي ار بي خلاص طب هو في غير بي يعني فيه سي هل هيتعرف على السي اه فيه سي وفيه دي زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت طب هل فيه ايه مفيش ايه شوف ما خلى لكش اللون وقال لك مين ايه ده عشان تعرف ان هو لما انا اصلا بيعمل للملف بتاع الايو دوت اتش بيبقى معارف ايه اللي موجود داخل المايكرو كنترولر ده مفيش حاجة اسمها دي دي ار ايه يبقى على حسب المايكرو كنترولر ده بس فيه مايكرو كنترولرز تانية من عائلة اتمل او من ايه في ار بتحمل بورت ايه بيبقى موجود فيها بورت ايه ساعتها هتلاقيه متعرف على بورت ايه عشان كده لما تجي تجيب كود على سبيل المسال من مايكرو كنترولر تحط المايكرو كنترولر تاني فخلي بالك من عدد خلي بالك من البرتات خلي بالك من الاطراف لازم تغيرها لان مش كل بتاعها واحد او الاطراف بتاعتها واحد خلاص كده يبقى دي الفكرة بشكل عام يبقى احنا هنقوله دي دي زي ما قلنا او 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 زي ما قلنا شفت وباك سلاش هيعمل لك رمز الور عايز اسيت بت معين داخل الرجستر يبقى هقوله واحد وعلمتين اصغر من ويبقى بعد كده اسم البيت دي 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 بي زيرو او دي دي بي كزا مسموش دي دي ار بي يبقى ده معناه خلاص نحط سيمي كولوم ده في الاخر يبقى كده تمام خلاص كده يبقى الفكرة مشت كده لما نكون عايزين نسيت او بت داخل الرجستر مين دي دي بي زيرو ده من دي دي بي زيرو تعال نشوف مين اللي كان دي دي بي زيرو او باختصار مين اللي كان بورت بي زيرو بورت بي زيرو على مستوى الهاردوير اهو تعال هنا كده بورت بي زيرو اهو اللي هو ده الطرف ده طرف رقم اربعتاشر يبقى انا كده بعد ما حط في واحد يبقى عين الطرف ده كاوتبوت يبقى لما خرج عليه واحد الطرف ده يبقى خارج عليه خمسة فولت لما حط فيه قيمة زيرو داخل الرجستر بتاع البورت يبقى هيخرج عليه خلاص كده يبقى باختصار خلاص انا عينت الطرف ده كاوتبوت من هنا هاجي هنا في اي مكان داخل الكود عايز اخرج او اعمل خارج على المكان ده يبقى هعمل ايه هقول له بورت بي انا عايز اخلي بالك عايز احط واحد داخل تعال نشوف البورت بي انا بحاول اوسط لك الموضوع قدر المستطاع علشان ايه? طيب تعال نشوف بورت بي كده ده بورت بين بي بورت بي بورت بي احنا قلنا بي زيرو احنا عايزين بقى نخرج على بي زيرو ده او اللي هو بورت بي زيرو واحد اول ما خرج عليه واحد يبقى يخرج هاي احنا كده خلاص من عيننا الطرف اللي هو بي بي زيرو كاوتبوت عن طريق ان احنا حطينا في الدي دي ار بي زيرو او حطينا واحد وبالتاليك بقى اوتبوت عايز اخرج عليه خارجي بقى يبقى من البورت ريجستر هحط في البورت بي زيرو واحد فيقوم يخرج عليه كام يقوم يخرج هاي تعال بقى نعمل ده ازاي يبقى بورت بي عايزين زي ما قلنا نحط واحد يبقى نقول له اور ايكول وهنقول له واحد داخل بورت بي زيرو خلاص كده واقول له سيمي كولوم خلاص يبقى كده هيخرج لي على البورت ده خمسة فولت وبالتالي لو وصلت للداية الطرف الموجب بتاعها على البورت او البي بي زيرو والطرف السالب بتاعها على مقاومة وطرف المقاومة التاني على جراوند هتلاقي اللي الداية نورت طب حبيت اطفل لداية في اي مكان في الكود او اخرج على بي بي زيرو صفر وبالتالي جراوند وبالتالي اللي الداية تطفي يبقى هقول له بورت بي وهقول له علامة الاند اللي هي شفت وحرف سبعة وهقول له يساوي وهقول له نط اللي هي شفت وحرف الثال وهفتح كوس وهقول له واحد وهقول له مرتين وهقول له بورت بي زيرو بس ده اللي بيتم يستحسن تعمل بس كده مسافة هنا عشان الدنيا ما تبقاش لزق في بعضها بكده ده زي ما قلنا هيعمل ري ست للمكان ده هيخليه بصفر تماما عن طريق عمليات الشفت ريجستر هل كنا نقدر نعمل الحكاية دي بطريقة تانية كان ممكن نعمل اللي فوق دي بزي ما قلت لك كان ممكن نعمل نقول له بورت بي واقول له or equal واقول له زيرو اكس وزيرو وون او كان ممكن اعمل بورت بي or equal واقول له زيرو بي واقول له واحد اثنين تلاتة اربعة واحد اثنين تلاتة واحد وصفر وبالتالي يبقى البت الاولاني هقول لقمت بواحد طيب كان ممكن اعمل دي ازاي كان ممكن اعمل دي ازاي كان ممكن اقوله port b واقوله and واقوله equal واقوله zero b ركز معايا اه طيب احنا كده هنشتغل على مستوى الريجستر كله فبالتالي مش عايزه يقرب من الاماكن التانية انا عايز اشتغل على نطاق zero بس فزيرو ده كنت هعمل فيه ايه كنت هحط فيه بقى ايه هخليه يعمل ending مع zero فالباقي بقية الخنات لازم اخليها بواحد عشان end مع واحد هيسيبها زي ما هي يعني ايه عند مع واحد هيسيبها زي ما هي يعني على سبيل المثال ده كان فيه واحد وده كان فيه صفر وهكذا تعال بقى نعمل البوابة end لما نيجي نعمل عند ده مع صفر هيخلي قيمته صفر وبالتالي عمل ريسيت وده المطلوب لكن لما يجي اشتغل بقى على ريجستر كله لما يجي اشتغل ريجستر كله يبقى هعمل عند البت ده عند بصفر يبقى خليه بصفر طب ده لو عملت عنده عند بصفر برضه هيبقى بصفر فعلشان احفظ على قيمته هو احنا قلنا ده قيمته كانت واحد وده قيمته صفر وعايز احفظ عليه لو عملت عند مع واحد فواحد مع واحد هيفضل واحد زي ما هو وهنا كان صفر لو عملت عند مع واحد هيفضل صفر زي ما هو يبقى في الحالة دي لازم جميع الاماكن اللي انا مش عايز اغير قيمتها عايز اسيبها زي ما هي تبقى بوحيد والمكان الوحيد اللي يبقى بصفر فقط هو المكان اللي انا عايز عملله ريسيت خلاص يبقى ده على مستوى البايناري لو كان على مستوى الهكسا ديسمال فهقول له المنظر ده زيرو اكس وهقول له اف وهقول له واحد اي اف اي اف اي زي ما قلتلك لان هيبقى اربعة عشر الحاصل بتاع الاربعة بتة اللي على اليمين هيبقى باربعة عشر لان البت اللي اولين هيبقى بصفر والتلاتة اللي بعده بوحيد فيبقى اتنين زائد اربعة زائد تمانية يبقى ستة وتمانية اربعة عشر اربعة عشر يعني اي بالهكسا ديسمال فيبقى زيرو اكس اف اي خلاص كده يبقى احنا بكده خدنا موضوع ان احنا نسيت الريجستر واللي هو في الاخر بينعكس على اي بنعكس ان احنا في الاخر عيننا الاطراف كايمبوت او كاوتبوت ويعرفنا نخرج خرج على الاطراف فيبقى تركاة بسيطة خالص دي اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي ايه بقى موضوع البن لما اجا عرف طرف ان هو ايمبوت انا كده عرفت الطرف ده كاوتبوت خليني اعمل نفس العملية ولكن اكني عرفته كايمبوت تمام لما اجا عرفه كايمبوت يبقى حطيت جوه البت ده صفر وبالتالي كده بقى ايمبوت وبالتالي اللي مطلوب مني هو دخل فانا عايز جوه الوائل اعود كل شوية عمل اتشيك على قيمة البت ده اتأكد قيمته بواحد ولا قيمته بصفر هل دخل عليه واحد ولا دخل عليه صفر لانه ايمبوت قد يكون ده متوصل بحساس حساس باب مثلا او دور سنسور عايز اعرف الباب اتفتح ولا تقفل فعايز كل شوية قعد اتشيك ها كنتك بزيرو ولا بواحد ها كنتك بزيرو ولا بواحد يبقى عايز طول ما الكوت شغال انا قاعد بعمل اتشيك وبالتالي الجزئية ده هتتحط جوه الوائل لوب ليه لان لازم لتشيك يفضل يستمر اشتركوا في القناة